في فقرة أناقة المشاهير لليوم راح نتكلم عن آخر صيحات الموضة في فصل الشتاء وشاهدنا الكثير من ملكات جمال لبنان ارتدوا القطع الجلدية والملابس باللون الأسود بآخر أطلالاتهم على الإنستجرام ومثل ما كثير من الفتيات تحب تستلهم أطلالاتها حبينا نختار لكم مجموعة من هذه الصور حتى تستلهمون منها أطلالاتكم الشتوية أولا صور معنا هي ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون اختارت فستان ونسقت هذا الفستان مع جاكت من الجلد ومثل ما بدي نشوف الفستان بقصة الشيفون من التحت اختارت البطانة اللحمية مع نقشات بقصة الصدر ونسقت معها الجاكت الجلد المزينة بقطع معدنية بأشكال هندسية مختلفة ويجي أنواع من الجاكتات بان تدفي وبنفس الوقت تحمي من الأمطار والحلو أنه اعتمدت تسريحة الشعر البسيطة ومكياج ترابي مع هيتشي نوع فستان أما ملكة جمال لبناني عام 2018 ماير عادي اختارت ملابس كاجول واللي هو عبارة عن جينز فضفاض نسقتها مع قميص بلون الأبيض وارتدت فوق القميص مثل يلك بلون الجوزي المصنوع من الجلد ونسقت فوق القطع جاكت طويل بلون الرمادي كانت أطلالة جدا جميلة وكاجول بنفس الوقت أنيقهم مثل ما نعرف بان القطع الشتوية جدا حلو إذا نسقناها بطريقة صحيحة وحسب الأطلالة اللي نحب إحنا أنطل بها فعلا ميزمة التنسيقات الشتوية دائما حلوة وتطي كشخة وفخامة بنفس الوقت وأكيد وانا غير ملكات الجمال المعروفين بأناقتهم وجمال القوامهم وتنسيقاتهم نستوحي أطلالاتنا من عدهم أول تنسيق لملكة الجمال ساندي ثابت معروفة ساندي ثابت بجمالها الناعم وأيضا إطلالاتها البسيطة والكاجول مثل ما نشوف بالصورة أطلت علينا بتنسيق جدا حلو شتوي بامتياز وبنفس الوقت ممكن نلبسه بيه النهار ممكن أيضا نلبسه بيه الطلعات المسائية الكاجول التنسيق عبارة عن بلوز هاينك رقبة طويلة أبيض نستقاط مع صدرية قصيرة بهشيالات مصنوعة من الجلد الأسود وكملة التنسيق مع بوت أيضا باللون الأسود مصنوع من الجلد وحقيبة يد سودة أيضا من الجلد كاملة التنسيق وكسرت اللونين الأبيض والأسود بكوت باللون الرمادي الفاتح الكوت يعتبر مدي لحد الركبة وأيضا من نفس اللون الرمادي الفاتح ارتدت قبعة فكان التنسيق جدا حلو وعصري بامتياز أما التنسيق الثاني لملكة الجمال بيرلا حلو أطلت علينا بتنسيق أيضا يعتبر كاجول جدا حلو وعصري بامتياز ارتدت فستان مصنوع من الصوف الأسود الفستان مكسة مبسيط وقصير بنفس الوقت كملت التنسيق مع كولوم باللون الأسود الشفاف وبوت أيضا ثلاثة أرباع البوت باللون الأسود وكسرت السواد الموجود بالتنسيق بكوت طويل باللون النود وفتحته حتى يبين جمال الفستان وأيضا التفاصيل البوت وبقية التفاصيل وأيضا كان تسرحة الشعارة جدا بسيطة ويذي مفتوح فالتنسيق كان جدا حلو وفخم وترند وعالمعظم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر